موسيقى يسعد وقتكم حبايبي ان شاء الله تكونوا بخير اليوم ان شاء الله رح نحضر مع بعض وصفه كتير اساسي بالمطبخ ومكوين مهم وضروري وبيعطي نكه كتير مميزة للحويات العربية والشرقية ومهم كتير لحلويات العيد الكعكو المعمول رح نحضر مع بعض طريقة عمل السمن البلدي رح نحضره بمكوين واحد وبطريقة سهلة وبسيطة وبدون تعقيد وبنتيجة مضونة ومبهرة وبنفس نكهة السمن البلدي الاصلي بس قبل ما نبدأ بتمنى تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة بالزر الاحمر الاسفل للفجي التي كبر عالتنا الحلوة فيكن وما تنسوا حبايبي تفعلوا زر الجرس لا يوصلكون كل جديد فضلا وليسامرا يلا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير نحن بحاجة حبايبي الى طنجرة أو وعاء كبير لنطبخ في الزبدة على النار انا هون حطيت متل مو شايفين سبع اوالب زبدة وزن كل قالب 450 جرام وضروري تكون الزبدة أحيواني وتكون نكهة الزبدة اللي احنا مستخدمينه كتير طيبة لتطلع معنا السمنة طيبة ونكهتها مميزة بعدين هلا حبابي انا حطيت الأوالب بطنجرة وحطيت الطنجرة على النار وبنتكون على نار هادي ما كتير من علي النار وشامها تحترق معنا الزبدة ومنظل منحرك كل دقيقة أو دقيقتين من شام ما تحترق معنا الزبدة وتطلع معنا نكهتها بالآخر مميزة والفرق بين الزبدة والسمنة حبابي هو الحليب الموجود بالزبدة نحن هون بهالعملية رح نطبخها على النار ونتخلص من هذا الحليب الموجود بالزبدة ونحوله لسمنة بلدي بريحة ونكهة كتير مميزة ومتل ما حكيت منحط الطنجرة على النار مع الزبدة ومنتركها تغلي بس غلت رح تعمل رغوة كسيفة على وجه الزبدة وهي طبع من الحليب الموجود بالزبدة ومنبقى منحركها كل شوي مشام ما تحترق معنا منظر ما نحرك يا حبابي كل شوي كل دقيقة أو دقيقتين مشام ما تحترق معنا الجوانب والأسفل الموجود بالطنجرة طبعا هدا اللي تكون معنا نحنا من الحليب الموجود بالزبدة ومنظر هيك لغاية ما هالرغوة تخف وتتكون معنا كتل أو قطع صغيرة وهي نحنا منسميها الموردة وبتصير معنا السمنة شفافة حبابي أنا ما حطيت ملح أبدا للزبدة على النار مثل ما شفتوا أنا حطيت بس الزبدة والطنجرة على النار أنا لأن السمنة هاي اللي رح تطلع معي رح استعمالها للحلويات والأكلات المالحة إذا أنتوا حبيتوا تضيفوا ملح للزبدة لا تستخدموا بس للأكلات المالحة بتقدروا تضيفوا مع الأصغير ملح أو بتقدروا تستخدموا قالب زبدة بيكون فيه ملح قليل وكمان بتقدروا تنكهوها بالأعشاب وتضيفوا عليها رشة خفيفة من الكركم لتعطيها لون ونكهة طيبة بس أنا بحبها هيك لأستخدمها لكتير أكلات المالحة والحلوة شايفين حبابي كيف الرغوة بدأت تظهر على وجه الزبدة بعد ما غلت الزبدة وهي مثل ما حكيت منسميها الموردة منضل منحرك ومنقلبها هيك تقريبا بتاخد بعد الغليان بتاخد من 20 ل 25 دقيقة بس نحن ما ننتبه ونضل دايرين بن عليها ونضل نحركها كل شوي وننتبه ما تحترق معنا شايفين حبابي كيف لونها عب يصير من الأبيض للأصفر عب تتحول للون الأصفر وشايفين كيف الرغوة عم بتخف وتتحول معنا للموردة الحليب عب يجف وبيتحول معنا لكترة صغيرة اللي هي إلا مثل ما حكيت الموردة بس صارت عن السمنة شفافة وهي نحن هيك بالمرحلة الأخيرة منبقى منتركها على النار طبعا منضل منحرك مثل ما حكيت منتركها على النار لا يتحول معنا للموردة أو الكتل هاي البيضة لا تتحول من اللون الأبيض إلى اللون البني الفاتح ما منعملها بني غامق منشان بعدين لأنه بترجع بتحترق معنا لأن السمنة بعد ما منطفية بتكون هي سخنة بتضل بتكمل مرحلة الطبخ فبتتحول معنا إلى اللون البني الغامق هيك وبصير طعمة أبدا ما طيب وبآخر مرحلة حبابي بتتحول للسمنة لسائل شفاف لون وأصفر حلو متل ما شايفين والموردة أو الكتل البنية بتكون في أسفل الطنجرة وريحتها ما بقدر أوصف لكم ياها كتير كتير طيبة حبابي أنا عب شوفها بالمصفاية عم شير بالمصفاية شوية من الموردة لأتأكد من لونة وشوف لونة شايفين لونة هيك بني فاتح هيك صارت عنها تمام وصارت عنها جازة هيك حبابي بعد ما صارت عنها السمنة جازة منتركها تبرد بدرجة حرارة الغرفة وبعدين منصف فيها بمرتبان يكون معقم وما في يومي أبدا شايفين لونة ما أحلى كيف شفاف وأصفر وحلو كتير ومنقدر حبابي نحفظها لهاي السمنة بالبرات بالتلاجة لمدل أكتر من سنتين ما بصر لشو بيبقى لونة وشكلة وطعمة طيب وهيك حبابي صارت عنها أطيب وألز وأروع سمنة بلدية من حضرنا نحنا في البيت ريحتها كتير طيبة ما بقدر أوصف لكونياو كأن نكون قاعدين في محل حلويات عربية ترجمة نانسي قنقر